بفضل الشيخ هل هناك حالات ذكرت البعض منها قبل قليل ولكن أريد أن أكد عليها وما هي الحالات التي تسقط فيها الحضانة على الأم بعد الطلاق في الشرع نعم منها إذا تزوجت فالأم إذا تزوجت وأصبحت أما لأسرة أخرى لم يعد لها حق الحضانة وكذلك إذا صالحت زوجها على حضانة أولاده فكان الخلع مثلا في مقابل أنها تسقط حقها في الحضانة وتسلم الأولاد إلى أبيهم فتسقط حقها في الحضانة وكذلك إذا كانت عادبة لشرط من الشروط التي ذكرناها نعم وبعض أهل الإلم يذكر مع هذه أيضا مما يسقط الحضانة إذا كانت في بلد قد تنقطع أخباره عن الأبي فله حينئذ أن يأخذ أولاده إلى بلد السكناه نعم ولكن اليوم أصبحت وسائل التواصل وسائل التواصل سهلة متاح ويمكن أن يصل الإنسان إلى أخبارهم في كل مكان ترجمة نانسي قنقر